محمد بن علي اللو ولد عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين هو وسيط المملكة المغربية حاصل على ديبلوم الدراسات العليا في الحقوق تعالوا مشاهدين الكرام تعرف أكثر على محمد بن علي اللو محمد بن علي اللو أستاذ القانون الجنائية والمسترة الجنائية بالمعهد العالي للقضاء أستاذا زائرا بالمعهد الملكية لإدارة الترابية وأستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والجمعية سويسي بالرباط شغل مدير الموارد البشرية بوزارة العدل ومدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات ورئيس ديوان وزير العدل والحريات مستشار وزير العدل في السياسات الجنائية وعضو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة عضو وحدة المعالجة المعلومات المالية شغل أيضا عدة مهام استشارياء تم اختياره عضوا في الهيئة العليا لإصلاح المنظومة العذالة عضوا في الفريق الاستشارية الوطنية لمشروع تحديث النيابات العامة في الدول العربية في إطار برنامج الأمم المتحدة وعضو فريق الخبراء الحكوميين المقدمين من دول الأعضاء شغل عدة مناصب قضائية من أبوازها مستشارا بمحكمة النقد ثم قاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط وقاضي التحقيق بالمحكمة الخاصة للعدل بالرباط وقاضي بالمحكمة الإبتدائية بطنجة كما تقلد عدة مسؤوليات ومهام إدارية من بينها رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أما حاليا فهو وسيط المملكة المغربية ترجمة نانسي قنقر